السلام عليكم في عام 1957 نشر بي إف سكنر عالم علم النفس الأمريكي الشهير كتابه The Verbal Behavior The Verbal Behavior هو عبارة عن تحليل اللغة وتطورها وكيفية تكوينها من منظور سكنر نفسه سكنر اللي أجرأ ألف من التجارب في معمله في جامعة هارفرد الشهيرة وضع في ثنائي هذا الكتاب نظرته عن اللغة طيب ما الذي أضافه هذا الكتاب مبدئيا لازم نعرف أن سكنر في هذا الكتاب نظرة إلى اللغة نظرة وظيفية اللي هي functional approach of language مش structure approach structure approach أو النظرة التركيبية اللي تعتمد على أن اللانجوج نفسها عبارة عن مجموعة من الكلمات الwords والverbs والpropositions وكذا لكن سكنر رأى أن اللغة لها مدخل وظيفي أن اللغة نفسها تكتسب من خلال الاحتكاك بالبيئة وتتطور من خلال المواقف المختلفة عشان أبسط ليكم الفكرة لنأخذ مثلا مثال كلمة قهوة لو نظرة تركيبية المدرسة التقليدية في تطور اللغة تنظر إلى كلمة قهوة على أساس أن هي كلمة قهوة مشروب يشرب بينما طبقا لنظرية سكنر أو The Skinnerian Analysis Of Language ينظر سكنر إلى أن القهوة قد تحمل دلالات مختلفة تبع الموقف الذي تذكر فيه الكلمة فربما أنا أقول قهوة كنوع من التسمية إن أنا أسمي شيئا ما يعني قد يامي صورة قهوة فبقول قهوة أو كافي وربما أقول كلمة قهوة كنوع من الطلب إن أنا بطلب من أحد إن يعطيني قهوة وربما أقول كلمة قهوة كنوع من الحوار ردا على سؤال ما هو مشروبك المفضل طيب هذا يعني باختصار اللي هي The Skinnerian Analysis Of Language اللي هي مبنية على الوظيفة The Function The Function Of The Language مش The Structure Of The Language طبعا في كتابه كتاب The Verbal Behavior هو من أصعب الكتب اللي ممكن تحاول أنت تقرأها لأنه مليء بالمصطلحات الصعبة أوي سكنر بطبيعة أنه عالم عظيم كتاباته شوية صعبة يعني تحتاج إلى وقت طويل اللي كي تفهمها وتحاول أن أنت تفهم الملخص منها طيب في هذا الكتاب سكنر رأى أن هناك هناك أربع بيسموهم ال Verbal Operants ال Verbal Operants اللي هي الوحدات اللغوية ال Operants كلمة اخترحها اخترحها وسكنر كان أيضا موهوبا فيه أنه يخترع الكلمات يعني هو اخترع كلمة Operant من Operate تمام ال Verbal Operant الأربع الأساسيين اللي سكنر رأى أنهم أساس اللغة أول شيء اللي هو ال Echoic اللي هو الترديد ثاني شيء الماند ثالث شيء التاكت وربع شيء ال Intra Verbal بعدين فيه Verbal Operants أخرى لكن هي مش في مجال حوارنا اليوم طيب ملخص الكلام من اللي يجب أن يستفاد من كتاب The Verbal Behavior الكتاب نشر عام 1957 لم يلقى يعني مش هنقول لم يلقى رواجا لكن ككتب سكنر كتب يعني لا يفهم إلا المتخصصين الكتاب تعرض لبعض النقد من مثلا نعمة شومسكي كان رد على الكتاب نعمة شومسكي أستاذ اللغويات المشهور أيضا رد على الكتاب الطريف أن هذا الكتاب ظهرت قيمته الحقيقية بعد أكثر من أربعين عام لماذا؟ لأن من خلال كتاب The Verbal Behavior اشتقت من نظرية سكنر لتطور اللغة اشتقت تدخلات علاجية لتحسين اللغة لدى الطلاب ذوي الاحتياط الخاصة لا سيامة طلاب اللي بيكون عندهم تأخر في اللغة خاصة الطلاب اللي بيكون عندهم طيف التوحد طيب إزاي الكلام ده يعني إيه أشهر التدخلات المبنية على The Verbal Behavior طبعا بالأساس فيه برنامج بيكس مبني على The Verbal Behavior كذلك فيه مارك سندر بيرج عمل المنهج الشهير بتاعه VB MAP مبني أيضا على The Verbal Behavior جيم بارلينجتون أيضا بنا الابلز ار اللي هو من أحد أشهر الكوريكيلمز اللي بتستخدم مع الطلاب اللي عندهم طيف التوحد برضو بناه على The Verbal Behavior فدي كانت معلومة عن كتاب The Verbal Behavior لبيف سكنر وطبعا دي يستفيد منها أكثر المعلمين ولو في أولي أمور برضو لازم يفهموا عن إزاي اللغة بتتطور عند أبنائهم و The Verbal Behavior طبعا كتاب من الكتاب اللي ليها قيمة علمية عظيمة أتمنى تكونوا استفدتم وشكرا لكم